قبل النهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك في 8 مع مارس أعلن بشير التابعي نجم الزمالك السابق عن تحفظه تجاه أداء فريقه مشيراً إلى معاناة دفاع الزمالك وضرورة دعم وسط الملعب وأشار إلى احتمالية استبعاد عبدالله السعيد من التشكيلة إذا استمر الأداء الحالي في سياق آخر يستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية في 3 مارس ورغم تأهله بشكل رسمي بصدارة مجموعته يظهر قلق التابعي بشأن أداء الفريق ويطالب بتحسين الأداء قبل المباراة المهمة